على الرغم من الاجتماعات العديدة التي عقدها المفاوضون في بروكسل لدفع المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أنهم فشلوا في التوصل لاتفاق حول ذلك فمع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار المقبل لا تزال مفاوضات بريكسيت عاجزة عن إيجاد أجوبة لمسألة الحدود الإرلندية فضلا عن أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي تعني خروجها من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة الأمر الذي يتطلب تطبيق قيود على حركة الأفراد والبضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الحزب الاتحادي الديمقراطي الشريك تريزا ماي في البرلمان البريطاني يرفض رفضا قاطعا أي افتراق تنظيمي بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة بينما يرفض متشدد بريكسيت في حزب ماي الخيار الثاني القاضي بإبقاء كامل بريطانيا في الاتحاد الجمركي ضرورة موافقة البرلمان البريطاني على أي اتفاق تأتي به ماي من بروكسل وتعهد حزب العمال بالتصويت ضدها جعل رئيسة الوزراء تقف عاجزة عن تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة وبينما تبدو المفاوضات حول بريكسيت في طريق مزدود إلا أن تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانت تحمل روح التفاؤل حول مسار المفاوضات إذ طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بريطانيا بتقديم مخترحات جديدة حول الحدود الإرلندية بينما أبدى رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنيه ثقته في قدرة تريزا ماي على إتمام المفاوضات بنجاح ميشيل بارنيه اقترح تمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة سنة بهدف حل حلة المفاوضات بين الطرفين لسيما فيما يتعلق بمسألة الحدود الإرلندية أما وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو أكدت استعداد بلادها لاتخاذ كل الإجراءات في حال عدم التوصل لاتفاق بما في ذلك التفتيش في نفق المانش بالجانب الإنجليزي غير أنها قالت أن التوصل إلى اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال محتملا ويظل السيناريو الأفضل ترجمة نانسي قنقر